اشتركوا في القناة معكم وبكم أيها الأحبة الكرام نذهب إلى تساؤل في غاية الأهمية ما مكونات الزكاء العاطفي وما علاقة مكونات الزكاء العاطفي بسمات الإنسان الوجدان والعاطف التي سبق وتحدثنا عنها وتفاعلتم معي ومعها تفاعل رائع عبر المنصة من خلال استجاباتكم ومن قبل من خلال إجاباتكم على اختبار الزكاء الانفعالي أشكر كل من يبادر ويعلق معي ليست علاقتي بكم هي علاقة الشهادة التي ستمنح لكم عبر منصة رواق ليست العلاقة هي شهادات وليست الإفادة هي شهادات أيها الأحبة الكرام وإنما الإفادة الحقيقية فيما أعرضه عليكم هو أن نغير اتجاهاتنا هو أن ننمي وعينا هو أن نغير من خصالنا وأن نتعلم كيف نكتسب الزكاء الوجداني أيها الأحبة الكرام إدراكك للمبادئ والقيم والأهداف أمر مهم وأحد مكونات الزكاء الوجداني إدراكك للمبادئ وللقيم وللأهداف إدراك المشاعر مشاعر الزات وتعاملك تعامل إيجابي مع الآخرين أحد مكونات الزكاء الإيجابي كن متفاعلا مع الآخرين وادرك ذاتك بشكل جيد استخدام الحدث بشكل صحيح في المواقف المختلفة يجعلك إنسان على درجة عالية في مستوى الزكاء العاطفي التعامل الإيجابي مع الزات عندما أتعامل إيجابيا مع زاتي فلابد وأن أسعى إلى تحقيق هذا الأمر ولابد وأن أبادر بهذه المبادرات الإيجابية التعامل الإيجابي مع الزات التفاؤل بالخير تجدوه المرونة أحبائي لا بد أن تكون لدينا مرونة في تعاملنا مع مواقفنا الحياتية المبادرة وتحمل المسئولية تحملوا مسئولياتكم كونوا في فعل المبادر دائما لا تنطوي لا تبتعد ما تقولش أنا مالي أنا ماليش دعوة أنا إيه علاقتي بهذا الأمر هذه حالة سحابية سلبية أيها الأحب الكرام التحكم بالمشاعر في وقت الأزمات وفي المواقف أمر مهم يحتاج إلى التدريب الثقة بالنفس وإن شاء الله تكون لدينا برنامج ويكون لدينا برنامج حول آليات تحقيق الثقة بالنفس الثقة بالنفس مكتسبة أيها الأحبة وليست موروسة وإذا كان الزكاء العاطفي مكتسب وليس موروس فالثقة بالنفس أيها الأحبة الكرام مكتسبة وليست موروسة التصميم والإبداع وفهم الزات وفهم الآخرين وإدراك مشاعر الآخرين والتعاطف والتعبير عن المشاعر والتواصل الإيجابي والفعال مع الآخرين ثم الخلاف البناء والخلاف البناء أمر في غاية الأهمية الذي ينطلق منه الحوار الذي يرتبط بالهدف أما الجدال فلا علاقة له بالزكاء العاطفي أما الجدال فلا علاقة لنا به هؤلاء الذين يجادلون دون معنى ودون قيمة أمرهم بعيد عنا لا علاقة لنا بهم هؤلاء الذين يتحاورون حوار إيجابي ويكون الخلاف بينهم خلاف بناء وليس هدام هذا أيضا من مكونات الزكاء الوجداني أيها الأحبة الكرام أثق بالآخرين كلها أمور تحتاج منا أن ندرك أننا لدينا القدرة على فهم مشاعرنا والتعامل مع الآخرين بحب وبصدق ما ذكرته لكم وما قرأته عليكم إنما هو جزء من كل يحتاج منا إلى وقفة وقفة تجعلك تستعيد صفات وسمات الإنسان الوجداني وتذهب مباشرة إلى امتلاك مكونات الزكاء العاطفي أيها الأحبة الكرام جمتم على خير في أمان الله ألتقي بكم دائما على كل خير سلام الله عليكم ورحمته وبركاته